خطت مملكة البحرين خلال عام 2016 خطوات رائدة في مجال العمل البلدي والزراعي وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة حيث قامت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وضمن خطتها الاستراتيجية الطموحة ضمن الرؤية الاقتصادية للمملكة والاستراتيجية الوطنية للبلاد وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية بتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التي تصب في تحقيق التنمية المستدامة في إطار العمل البلدي نستعرض من خلال التقرير التالي أهم تلك المنجزات حرصت شؤون البلديات وبناء على توجيهة الحكومة الموقرة على دعم التنمية العمرانية باعتبارها أحد مرتكزات التنمية المستدامة وتوفير المناخ الاستثماري الأنسب للمستثمرين في البحرين وفي هذا الإطار فقد تم خلال العام المنصرم تنفيذ مجموعة من الإجراءات والبرامج والمشاريع الهدفة لتحقيق التنمية العمرانية من مخططات عمرانية وإعداد خطة لتنفيذ المخطط الهكالي الاستراتيجي والدراسات التخطيطية المتخصصة وتقاسيم الأراضي وإصدار الموافقات التخطيطية للمشاريع الاستثمارية بإضافة إلى تطوير التشريعات المنظمة للعمل العمراني وبالتعاون مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني فقد تم البدء في الخطة التفصيلية الشاملة للتنفيذ تتضمن تطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات اللازمة بإضافة لتكييف خطط الغطاعات المختلفة وأولوياتها بما يتماشى مع معطيات المخطط الاستراتيجي وقد أصدرت أمانة العاصمة والبلديات 10.345 ترخيصاً خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 2016 وهما يعكس الثقة في المناخ الاستثماري العمراني في المملكة كثمرة للسياسة الحكيمة التي تنتهجها الحكومة الموقرة في مجال استقطاب رؤوس الأموال والحصول على الترخيص العمرانية وتطوير خدمات البنية التحتية والمرافق العامة وتشير النسب المقارنة إلى ارتفاع عدد الترخيص مقارنة بذات الفترة من العام الماضي مما يؤكد على صعود وارتفاع عجلة التنمية العمرانية والعقرية في البلاد ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني في المملكة وهما يعتبر رصيداً إضافياً لدعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد كما بلغ عدد المخاططات التي تم اعتمادها منذ بداية العام لغاية نوفمبر من عام 2016 51 مخاططة تقسيم منها للمنفعة العامة كالحدائق ومواقف السيارات والمساجد ومنها لخدمة البنية التحتية ومن أهم المجازات لشؤون البلديات هو اعتماد المخاطط الاستراتيجي الهيكلي الوطني 2030 الذي تم اعتماده من قبل جلالة الملك المفدى بالإضافة لاستكمال تأسيس وحدة المعلومات والبيانات بنظم المعلومات الجغرافية المتعلقة بالتخطيط العمراني وإعداد دراسات تحليلية باستخدام هذا النظام وقطعت شؤون البلديات شوطاً كبيراً في العمل البلدي كركيزة للتنمية الحضرية الشاملة حيث أنشأت المركز البلدي الشامل الذي يعتبر باكرة تعاون مشترك بين الوزارة والمجالس البلدية والجهات المعنية ونموذجاً للتطوير المستدام لعملية اصدار تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية في المملكة ومن أهم الانجازات التي حققتها شؤون البلديات جائزة تميز للمتق الحكومي عام 2016 في التواصل مع العملاء بالإضافة إلى حصول أمانة العاصمة لجائزة منظمة العواصم والمدن الإسلامية لعام 2016 والتي أعلن عنها في مدينة الرباط في المغرب